الشخصية دي ما عندهاش مشاعر اللي بتبقى واحد زائد واحد يسوي اتنين وقعية بتبقى زيادة والتانية بتبقى تعلقية ممكن تتعلق لو هي ودودة تتعلق بحد عندنا مشاعر وعندنا سلوكيات وعندنا تفكير فيه اشخاص التفكير بيبقى سابق وفيه السلوكيات بيبقى سابق الشخصية الوقعية السلوكيات الخاصة بيه بتبقى سابقة عن التفكير وعن العاطفة ممكن الشخصيتين دول يعني يتقبلوا بعض ويرتبطوا ببعض ممكن ازاي لو هي عرفت ازاي انا اتعامل مع شخصيتي واتعامل مع الشخصيتي اللي قدام مني علشان احقق اهدافي من الشخصية اللي قدام مني الحب مشاعر حلوة قوي انما بعد كده يا اما بتتكأب يعني الحب بيكمل معنا بيكبر وبيكبر بالزبط ويكمل والعلاقة تزيد ما بيننا وبين بعض او ان هو تحس ان هو اختفى وفين الحب اللي كان ما بيننا بيخد انا احنا احنا بقى والكلام الحلو اللي هو اللي بالزيادة ده لا فما بالك بقى هو كمان شخصي كده لو هو واحد زيد واحد سوي اتنين ده بيبقى مفيش خلص مشاعر زيرو بيقولش كلام حلو بس تقريبا عارفة ايه من كتر كمان الضغوط اللي فوق منه هو اصلا عنده نوع من انواع الحاجة بنسميها توقعات غير وقعية هو عايش توقعات من الحياة غير وقعية وحشة ولا حالو لازم اعمل واعمل 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 ولغة الحب بتاعته اللغات اللي هي الخدمية بمعنى اعملك واعملك 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 وهو بيكلم معاه في التليفون انا حاسس لما انا بكلمك ان كنتي لأ مبسوطة بيعملها لها جميلة برضو يا غاد بالزبط هي هو اللغة الخدمية طب هي ايه هي التواصل